يا أخوتي جبت لكم واحد الأخبار على بالكم رح تتشوكا وتعصح البراتيش هذا وما حبوش يحشمو يا وكيما درنا معهم ما حبوش يحشمو يقومون بترويج أخبار مغلوطة أخبار ما كانش منها يخرطوا علينا المهم حابين يقيسوا الجزائر وخلاص حابين زعم يبينوا باللي إحنا الجزائرين ضعاف لكن دايما إحنا الجزائرين نبهدلهم ونردوا عليهم كامل يا أخوتي برك الأخبار هذا مهم بالبزاف كما رهم ينشروا هما في الإشاعات والأخبار الكاذبة نسحق الحقائق توصل لكامل الناس فكامل أهبطوا يا أخوتي التحت وخليوا كامل لايكات تاكم وتعليقاتكم بالخصوص تعليق تحية الجزائر وبلما ننسوا ثاني التعليق تحية فلسطين على بالكم تحية فلسطين وتحية الجزائر يهبلوكي شوفوهم هذا الأخبار يخص عودة رحلات بين الجزائر والمغرب أنعامه قالوها عودة رحلات والعلاقات وكلش بين الجزائر والمغرب لكن هذا في خيال البرتوشي فقط رح نروح ونقرأه يعني من مصدر الخبر ونشوفه مليح ونعرف الحقيقة وش كاين وش ما كانش وجاوبوني في التعليقات يا أخوتي هل أنتم مع عودة رحلات الجوية بين الجزائر والمغرب وعودة العلاقات أم لا على بالي على كل حال إجابتكم لكن نسحقت بينها في التعليقات كما راكم تشوفوا يا أخوتي هنا موقع جزائري معروف واللي هو موقع الأوراس كتبين عودة رحلات بين الجزائر والمغرب بروباغندا أم حلم مغربي عجبتني حلم مغربي هي بين الإجابة حلم مغربي قبل ما نقرأوا الخبر بين الإجابة لكن احنا نقرأوا الخبر ونديروا لعلينا مقابل موقف حازم وصارم من طرف السلطات العليا في البلاد بغلق المجال الجوي للجزائر في وجه المغرب منذ أكثر من سنتين تحاول الجارة الغربية لا جارة ولا هم يحزنون غير نحيوها الكلمة هذه الترويج لبروباغندا نفادها عودة الرحلات بين الجزائر والمغرب الشوك ماهوش هنا يا خوتي وإنما الشوك كيفاش راهم يروجوا لهذه الحاجة وكشفت مصادر خاصة لأوراس أن الخطوط الملاكية المغربية رسلت وكالة صفر جزائرية عبر البريد الإلكتروني تعلمها بعودة الرحلات الجوية بين البلدين في 20 ديسمبر الجاري راكم تشوفوا الخطوط الملاكية المغربية تحهم يعني الخطوط الرسمية مش يقلك وكالة صفر ولا لا لا يا خوتي وإنما الشركة الخطوط تحهم ووفق ما أوضحت المصادر ذاتها فإن الخطوط المغربية لم تصدر أي بيانة رسمي واكتفت بمراسلتها عبر البريد الإلكتروني وهو ما دفع بمنصة أوراس إلى البحث عن الحقيقة والآن رح نبحث عن الحقيقة مع منصة الأوراس وبدورها لم تصدر السلطات الرسمية في البلاد أي بيانة رسمي حول الموضوع ولم تعلن أي قرار في هذا الشأن بل وإن عودة الرحلات بين الجزائر والمغرب مستبعدة جدا ومستحيل يا خوتي جاوبوني في التعليقات على هذا السؤال هل أنتم مع عودة الرحلات الجوية وعودة العلاقات مع المغرب أو لا السؤال هذا سخصيته لكم في البداية لكن حبيت نزيد نأكد برك حبيت نأكد بش يشوفوا مليح بعينيهم رد الجزائريين هذه هي المهم قال لك لم تعلن أي قرار في هذا الشأن بل وإن عودة الرحلات بين الجزائر والمغرب مستبعدة جدا خصوصا وأن العلاقات بينهما غير مرضية وفق تصريح وزير الخارجية أحمد عطاف انكملوا يا خوتي ولا تنفكوا المغرب تحاول بكل سبل الترويج إلى دعاية عودة الرحلات منذ إعلان الجزائر قرار قطع العلاقات الديبلوماسية معها في صيف 2021 على خلفية تقارب الجارة مع هذوك الناس وتعريض المنطقة المغاربية إلى خطر تعبان صهيون بالإضافة إلى التهجمات المتواصلة ورغم تودد العاهل المغربي هذا السيد لما نحكيه وشعليه هذاك 106 ودعوته إلى عودة العلاقات الثنائية إلى طبيعتها وفتح الحدود وكذا المجال الجوي إلى أن الجزائر أكدت أن قرارها بخصوص العلاقات مع هذوك البراتيش لا رجعة فيه وأن طلبه مرفوض كي نولا ما كانج وتواصل السلطات العلية تجاهل كل ما يصدر من الجارة الغربية علما أنها كانت قد روجت منذ أشهر لدعاية عودة رحلات خلال شهر ديسمبر الجاري سما هذه الدعاية كانوا ديجارهم يوجدونها يعني عندهم شحال هما يوجدونها بأن رحلات رح ترجع في شهر ديسمبر الجاري وجاء ذلك بعد فتح المجال الجوي الجزائري استثنائيا شهر سبتمبر الماضي لنقل المساعدات الإنسانية إثر الزلزال الذي ضرب مناطق من المغرب عرفتوا الآن علاش يعني قل لك بلي الجزائر بالاكي سامحتنا ولا ما عرفتوش يا أخوتي المراركة هادو ميخموش عندهم يعني مستوى ذكاء ضعيف 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 بالبزاف وبالك هما أغبى ناس في هذا العالم والله تعصح لأن الجزائر كيعاونتهم وقلت لهم بلي سنفتح الحدود الجوية استثنائيا في بالهم بلي خلاص الجزائر قادرة تسامحهم في أي لحظة الجزائر تعاونك والجزائر توقف معاك والجزائر تدير معاك كلش الجزائر قادرة على أشقاها لأنه وفهمت مليح الجزائر تحب تدير الخير ملاخر هكذا مخدومين احنا لكن باش نفتح العلاقات ونرجعوا يعني الحدود وكذا 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 هذه غير أنساوها 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 من المستحيلات السبعة سامحناكم مش حال ما خطرة لكن انتم ما ما تحشموش تسمى غير مكان له تبدو تخلقونا الدعايات هذه تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين البلدين ما زالت متوترة خصوصا وأن هذو العباد يعزز علاقاته مع العدو الأول للجزائر وهو بين الكيان وكذا استهدافاتها بتحاول بتحالف إماراتي من خلال توطير علاقاتها مع دول الساحل عرفت الآن الخبر مصدر نينجا ولا لا لا يا خوتي نورمان ما عرفت الآن مصدر الخبر هو اعتمادهم على أكاذيب اعتمادهم على نظريات نظريات بأن الجزائر رح يحنقلبها يا والله ما رح يحنقلبنا يا والله ما رح ترجع العلاقات وواحد في الجزائر ما رح يحب العلاقات ترجع من الأخر ما نسحقوكمش لو كان جد عدنا فايدة منكم بالك بالك تجارة اقتصاد كذا ثم وشاركم جيبوا للجزائر جيبوا لنا غير الزوطول سبحان الله غير الزوطول لو دخلتوا للجزائر بديتوا تزوروا في في الجنسية الجزائرية وابديتوا تديروا في اللعفة يستيعكم هنا يا بركونا بركونا ما نسحقوكمش وماذا بها الدولة الجزائرية جميع مغريبي ما عندوش يعني بزاف الجزائر يعني عندو قل من خمس سنوات يحاوزوه من الجزائر لأنو هاي اللي عندو كثر من خمس سنواتكم على بالكم راهو اللي جزائري وتخل في المجتمع بشكل كبير خلاص بالصح اللي عندو يعني عام عامين اجدد هكذا في المجتمع الجزائري غير أعطيهم الحس ما نسحقوهم مش خرجوهم من الجزائر حاوزوهم لبلادهم يرجعوا لبلادهم أخي يقل لك رأنا عايشين في الناعين في بلادنا علش يجيوا عندنا مالا هذا هو السؤال علش يجيوا عندنا وعلش رأهم يروجوا لعودة العلاقات علش هذك ميمي ستة دحهم دايما في كل خطاباته تالعرش يجبد اسم الجزائر أخي يسموه خطاب العرش ماشي خطاب الجزائر خطاب العرش تاعكم انتو علش تجبدو اسمنا أو سبحان الله نقول لكم ما لا ونمدلكم آخر إجابة من جزائري شاب جزائري حيمدلكم إجابة أخي يقضى العلاقات ورحلات وأي علاقة تجمعنا بيكم يا البراتيش ما راحش ترجع مادامكم مطبعين ومادامكم خنتوا شرف تاكم الجزائر ما راحش ترجع العلاقات معها أنا نعرف مليح بلادي كيفاش مخدومة ونعرف مليح الشعب الجزائري كيفاش مخدوم الشعب الجزائري ما عندوش التمصخر فهلي لعفايز الشعب الجزائري السيادة تاعو خط أحمر علش قلت السيادة تاعو خط أحمر لأنكم انتو ما جبتونا هذوك الناس إلى الحدود يعني حبيتوا تقيسونا السيادة تاعنا حبيتوا بركة فما أدراكم أنكم تقيسونا السيادة على بيكو شيدلك وصقصي وخيرانسا هذو كتشوفوا مليح خيرانسا وشسوفرات معانا ومع الجزائريين دات السقلة حتى شبعت رغم انو كانت مديرة الجزائر خط احمر كشغول ما كانش ما كانش كيفش تشبدلها على استقلال الجزائر صدقني كانت الجزائر كشغول بالنسبة لها خط احمر لانو الجزائر قارة وفيها كلش كانت طمعانة لكن الشعب الجزائري اعطاها حقها اعطاوها الطرايح حتى شبعت وخرج الديقاج المهم يا خاوتي قبل ما تخذجهم الفيديو هذا كما راهم يروجوا في الاكاذيب ماذا بكم كامل طهب طل تحت وتخليوا اللايك للفيديو خلي لايك خويا الجزائري هذا ما كان ما راك خاصة والو وثاني ما تنسوش حاجة في تعليقات تحية الجزائر وتحية فلسطين وهذه هي السلام عليكم